السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الثالث من درس التفاعل الكيميائي ودلالاته ثالث دلال التفاعل الكيميائي تشكل الراسب عند وضع محلول نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم هو يحتوي على الكلور والصوديوم الكلور عدده الذري 17, 2, 8, 7 يكسب إلكترون واحد لاكتمال المدار الأخير التوزيع الإلكتروني للصوديوم 2, 8, 1 يفقد إلكترون حتى يكتمل المدار الثاني لكتابة المعادلة الكيميائية بداية المعادلة اللفظية نترات الفضة زائد كلوريد الصوديوم ينتج كلوريد الفضة زائد نترات الصوديوم لكتابة المعادلة بالرموز بداية لدينا نترات الفضة A-G-N-O-3 هي محلول و-N-A-C-L هي أيضا محلول في البداية نحن نعلم بأن الصوديوم هو يفقد إلكترون أي أنه آيون موجب والكلور يكسب إلكترون أي أنه سالب والفضة موجب واحد N-O-3 المجموعة الآيونية سالب واحد لكتكملة المعادلة لا يمكن كتابة أو ربط ال-N-A الموجب مع ال-A-G الموجب وإنما نربطه مع N-O-3 السالب لذلك ينتج N-A-N-O-3 أما ال-C-L السالب فإنه يرتبط بال-A-G الموجب فينتج عنه A-G-C-L كما لاحظنا في الفيديوهات يجب كتابة الحالة للمواد المواد N-A-N-O-3 أكويس و-A-G-C-L سولد أي أنه سالب لموازنة المعادلة نحدد العناصر الأكبر ذرات معادل هيدروجين والأكسوجين ال-N-A ذرة واحدة ال-C-L ذرة واحدة ال-A-G ذرة واحدة ال-N ذرة واحدة لنبدأ بموازنة الصوديوم في هذه ذرة واحدة فقط وهنا ذرة واحدة إذن موزونة ال-C-L هنا ذرة واحدة وهنا ذرة واحدة إذن موزونة الفضة هنا ذرة واحدة وهنا ذرة واحدة أيضا موزونة ثالث خطوة نوازنة الهيدروجين إن وجد لا يوجد هيدروجين رابع خطوة نوازنة الأكسوجين إن وجد في المواد المتفاعلة ثلاث ذرات أكسوجين في المواد الناتجة أيضا ثلاث ذرات أكسوجين أي أنه متعادل في هذه المعادلة نلاحظ إنتاج مادة صلبة هذه المادة الصلبة هي غير ذائبة ولكن غير ذائبة وترسبت في المحلول لذلك نسمي AGCL كلوريد الفضة هو راسب بسبب أن حالته صلبة وترسب في محلول نترات الصوديوم رابعا تغيير لون الكاشف الطبيعي وهو إضافة الملفوف أو ماء الملفوف الأحمر إلى الحمض وإلى القاعدة وهو محلول بايكربونات الصوديوم عند إضافة ماء الملفوف الأحمر إلى حمض الهايدروكلوريك فإنه يبقى اللون أحمر أما عند إضافة ماء الملفوف الأحمر إلى بايكربونات الصوديوم وهي قاعدة يصبح لونها أخضر خامساً إنتاج الوميض اللي هي نشاط احتراق شريط الماغنيسيوم عند وضع شريط الماغنيسيوم عند اللهب فإنه تكتب المعادلة اللفظية ماغنيسيوم زائد أكسوجين فإنه ينتج أكسيد الماغنيسيوم العدد الذري للأكسوجين ثمانية وللماغنيسيوم اطناش في التوزيع الإلكتروني للأكسوجين اثنان ستة فإنه يكسب إلكترونان الماغنيسيوم اثنان ثمانية اثنان يفقد إلكترونان كتابة المعادلة بالرموز مجي صلب زائد الأكسوجين في الحالة الغازية فإنه ينتج مجي أو ثالث خطوة نوازن المعادلة نبدأ بالذرات الأكبر عدد الماغنيسيوم هنا واحدة وهنا واحدة موزونة الأكسوجين هنا اثنتان هنا واحدة نضربها باثنان فبالتالي أصبحت الماغنيسيوم أيضا اثنان فإنه نضربها في المواد المتفاعلة باثنان لنتأكد اثنان ماغنيسيوم اثنان ماغنيسيوم اثنان اكسوجين اثنان اكسوجين فإذن المعادلة موزونة ويتغير ينتج من هذا التفاعل وميض